ملفات الفساد الكبرى التي أثيرت تنتهي بإقالة المسؤول من منصبه دون حساب ولم يزج أي مسؤول كبير فاسد خلف القطبان هذا هو تصريح لجنة النزاهة البرلمانية لجنة الكاظم لمكافحة الفساد اعتقلت مدراء عامين وموظفين بدرجات دنيا وطبل لها إعلاميا في الكثير من مؤتمراته الصحفية لكننا لم نر من الضجيج لا خبزا ولا طحينا أغلب المسؤولين الفاسدين في دول أوروبية معروفة وزير التجارة الأسبق القياد في حزب الدعوة عبدالفلاح السوداني المتهم باختلاس ستة مليارات دولار يقيم في العاصمة البريطانية لندن نائب حالي هرب خمسة مليار دولار إلى الخارج دفعة واحدة لا يستطيع أحد الاقتراب منه رغم وضع اسمه على قائمة العقوبات الأمريكية زعيم ورئيس للحكومة في ولايتين ورغم كل الأدلة على إضاعة أموال العراق لمدة ثمانية سنوات وضياع ثلث مساحة العراق بيد تنظيم داعش الأرهابي لكن من يجرؤ على الاقتراب منه؟ الهيئات الاقتصادية لجميع الأحزاب العراقية واستلائها على تخصيصات الوزارات كل حسب حزبه وطائفته وقوميته لم تبقي ولم تذر من أموال الوزارات ولم تستطع لجنة الكاظم الاقتراب منها المحافظون ومجالس المحافظات الأموال والمساعدات الدولية لإعادة إعمار المحافظات ضاعت بين حصص الأحزاب كل حسب نسبة تواجده بالمحافظة الأوقاف الشيعية والسنية تخصيصات أموال الميزانية إضافة إلى مواردها من أملاكها وعتباتها تبخرت بقدرة رؤساء الدواوين الزعامات السياسية التي تأتي برئيس الحكومة شرطها الأساس أن يبقي هذه الملفات طي الكتمان وهو ما ينفذه رئيس الوزراء بامتنان